أقدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشات لاستعراض نتائج الاجتماعات التحذيرية للإعداد لنعقاد اللجنة العلية المصرية الأردنية المشتركة المزمع عقدها مارس المقبل والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من جانب والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق من جانب آخر وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية استمرار جهود اللجان الفنية الثنائية التي تعقد بشكل دوري لما لها من أثر كبير في حل أي مشكلات أو عقبات قد تطرأ على سير التعاون المشترك واقتراح ألية جديدة لتطوير هذا التعاون فضلا عن العمل على وضع مقترحات واضحة لتفعيل مشروعات التعاون الثلاثي التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة بين مصر والأردن والعراق تمهيدا لمناقشتها على هامش أعمال اللجنة العلية المشتركة